يا مساء الخير ويا أهلا وسهلا بكل أهلوية اللي بيتابعونا وبيتابعوا السادسة تحياتي لكم في بداية حلقة النهاردة حلقة يوم المباراة الأهلي والمقاونون العرب والحقيقة يعني فكرت كده وحن نبتدي الحلقة أنه الإنترو النهاردة تبقى على التاريخ الحقيقة يعني محتاج نقف شوية مع تاريخ 37 لسببين مهمين جدا واحد أنه افتكروا كويس جدا التاريخ ده 37 للأهلي بيلعب فيه مطش المقاولين في الدوري العام الدوري الممتاز يتبقى له هذا الموسم 9 مطشات في الدوري وأربع مطشات إن شاء الله بإذن الله وربنا يعني وفقنا ووصلنا لنهائي الكاس الجديد اللي احنا عندنا فيه مصر المقصة يوم 16 نتكلم في 13 مباراة متبقية لفريق نادي الأهلي على نهاية الموسم في الوقت اللي النهاردة بعد ما الفرق أو يعني معظم الفرق في العالم كله في معظم الدوريات الكبيرة والصغيرة خلصت المسابقات بتاعت الموسم اللي فات وخدت راحة سلبية وعملت مركاته وصفقات جديدة لعيبة مشت ولعيبة جت وبدأوا معسكرات إعداد وشاركوا أغلبهم في مطشات ودورات ودية في دول خارج حدود الوطن يعني طبعاً أنتم تتبعتوا مطشات كتيرة جداً في أمريكا وفي غير أمريكا فرق اليوفي برشلونة منشستل سيتي تشيلسي أرسنال مطشات كتيرة جداً تلعبت في الفترة أو ما قبل بداية الموسم في الفترة الأخيرة وإحنا النهاردة في نفس التاريخ ده تلاتين سبعة برضو الموسم بيبدأ في معظم دول أوروبا النهاردة عندنا مطشات مهمة جداً عندنا ليفر بول ومان سيتي درع الخيرية بطل كاس الاتحاد الإنجليزي ليفر بول في مواجهة طبعاً منشستل سيتي بطل البريمير ليج عندنا باي ميونيخ بطل الدولي الألماني في مواجهة لايبزيك بطل الكاس عندنا ترابازون سبور نجمينا من مصر طبعاً تريزي جي من المحتمل على فكرة يشارك في مواجهة النهاردة في مواجهة سيباس بور بطل الكاس مواجهة السوبر يعني بيبدأ بيها الموسم النهاردة في نفس التوقيت ونتكلم عن الأجندة ونتكلم على الكالندر ونتكلم على الإجهاد ونتكلم على المسابقات ونتكلم على الانتقالات النهاردة لندية المصرية عايزت تشتري لعيبة وعايزت بيها لعيبة عايزين نطلع لعباتنا ونفتح أبواب الاحتراف في الخارج إزاي ده ممكن يحصل وكل فرع العالم خدت القوائم عملت فترة الأعداد عملت الصفقات وبتبدأ رسمياً النهاردة الموسم ده نمرة واحد نمرة اتنين وإحنا بنتكلم على تلاتين سبعة ومن تلاتين سبعة تحديداً لتسعة وعشرين تمانية أنا هكلم على أهلي بس ليه خصيني يعني يعني قصة الكرة المصرية يعني بالنسبة لي الحقيقة يعني ملفه مبهم يعني حقيقة مبهم بمعنى الكلمة حدث في مصر عنده رؤية وتصور لإزاي هنطلع من المنعطف الخطر ده لكن في النهالي من الأهلي إحنا من تلاتين سبعة من تلاتين يوليو عشرين اتنين وعشرين لتسعة وعشرين أغسطس عشرين اتنين وعشرين برضو يعني نتكلم في فترة زمانية تقريباً تعتبر شهر تلاتين يوم تقريباً بالتمام كمان الأهلي مطالب فيهم أن نلعب عشر مباريات على التوالي يعني بتتكلم تقريباً في أنه كل اتنين وسبعين ساعة مباراة وخليني أقول لهم لحضراتكم بداية من مطش المقولين النهاردة بعد كده نروح لفاركو بعد كده للتحاد السكندري بعد كده المصري دول في الدوري ونقف عشان نواجه مصر المقصة تاني وأنا ليقف عند مصر المقصة الحقيقة اللي قدم مباراة كبيرة قدامنا دي الأهلي بس المقصة هنا هيكون في دور الستاشر للكاس الجديد ونرجع تاني للدوري عشان يكون عندنا آخر خمس مطشات اللي هيكونوا بالترتيب إسترن كامباني إسماعيلي أمبي الجيش سيراميك وإن كان الإسماعيلي بالنسبة لي محل شك لأنه ما تنفعش ما تركبش ما لقاش مكان بس في جميع الأحوال دي الموعيد المعلنة يعني أو الترتيب المعلن لغاية اللحظة والناس النهاردة وأنا هقول لكم بمنطقة صراحة يعني محدش ممكن يزاد على أهلويتي لكن في النهاية أنا بقابل وجمهور الأهلي في كل مكان أنا يعني لسه جاي من أجازة يومين في كل مكان خرجت فيه قابلت ناس الناس لازم طول عمري طبعا جباين نادي الأهلي منتشرة بس الناس دايما كان بتقابلك بابتسامة بتقابلك ناخد صورة سيلفي بتقابلك حتى من بعيد كده بعلمة النصر أو بفاهم حاجة كده يعني يعني فاهم لكن أنا ما فيش حد تقريبا يعني بوقف أتكلم معاه أو بوقفوني عشان يتكلموا معاه لفري النادي الأهلي إلا والسؤال الكامن أو المشترك بين ناس كلها هو فيه إيه لأنه حقيقي هو فيه إيه صحيح طبعا 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 مهم جدا جدا أنك أنت تتحفظ على المكسب لكن الأداء بالنسبة لمعظم جماهين النادي الأهلي بقى علامة التفاهم كبيرة وخصوصا في المتشاط المفترض أنها أو تباني يعني أنها سهلة عشان ما بقاش بغير كلامي أنا قلت هنا في السادسة في أكتر من مناسبة اللي كل المتشاط اللي فضلة للنادي الأهلي بصرف النظر عن ترتيب الفرق هتكون صعبة سواء كنت بتتكلم على فرق في المقدمة فمازالت بتنافس والمتشاط دي احنا خلصناها بكلم على ماتشين بيرامد جوزة مالك أو فيه قاعة الجدول ودي متشاط برضو لا تقل الصعوبة لأنه كل الفرق النهاردة النقطة بتفرق معها بشكل كبير جدا في ترتيب الجدول أو في صراع البقاء أو في صراع الهبوط وبالتالي طبيعي أنها هتبقى مفهومة ماتشاط صعبة لكن الحقيقة اللي يمكن يكون مش واضح بالنسبة للجمهور بصرف النظر أنه الناس راضية على أن احنا بنحقق مكسب ولو أنه الأهلي دايما يعني معودناش على فكرة أنه المباريات اللي تكسب ولا تلعب دي بتبقى السسناء لكن ما بتبقاش قاعدة يعني وارد جدا في ظروف معينة وفي بطولات معينة وفي مواجهات مع فرق بعينها بالذات بره مصر تقبل أنت كجمهور فكرة أن المباراة دي تكسب ولا تلعب لما بكون بقابل مونتري المكسيكي ونقص فرقة كاملة تكسب ولا تلعب لما بكون بقابل فريق زي بولميراسي البرازيلي بطل كوبا لبرتدارس وبطل البرازيل تكسب ولا تلعب الجمهور يقبل على رغم أننا في أوقات كثيرة جدا بتبقى بتلعب حتى مع الفرقة الكبيرة دي الأهلي بيلعب جيم كبير لكن انت بقى القاعدة بالنسبة للأهلوية وأنا هنا الرسالة من لي بشكل أساسي يعني لنجوم النادي الأهلي يمكن ما تكونش وصلة النهاردة قبل مباراة المقولين لأننا عارف فريق في معسكر مغلق وخلاص حبنتكلم على ساعتين ثلاثة والمباراة تبدأ لكن ممكن توصل بعد كده جمهور النادي الأهلي بقى مش معندوش احنا طبعا طول عمرنا في الأهلي تعودنا ودي مدرسة في كل من تولى موقع أو مسئولية إدارية داخل النادي الأهلي محدش بيتكلم على شماعات ولما بنخسر بطولات أو بتضيع مننا ألقاب بنقول أن السبب ده كان واحد واثنين وثلاثة واربعة حتى نعرف نصلح ده بعد كده لكن في مبررات كتيرة جدا ممكن تتكلم عليها في الفترة الأخيرة ما توصلكش الحاجة مقنعة فيما يتعلق بمستوى الأداء بنكسب أمنا واستفقنا وخصوصا في مطشين بتعجونا ومصر مقاصع رغم من الفوارق كبيرة جدا ومنواقف الفرقتين اللي احنا وجهناهم دول مقارنة بالأهلي في الجدول لا هم في حتة تانية خالص لكن الحقيقة أداء الأهلي علامة استفهام وهنا أنا حابب يكون ليه واقفة شوية عشان نتكلم بالمنطقة الصراحة إحنا لما بننتقد أو بنتكلم على بعض النقاط اللي ممكن تكون سلبية هدفنا إنه نبقى أحسن هدفنا نروح للأفضل والمشوار اللي جاي اللي كلمت حضراتكم عليه بيقول إن المشوار صعب جدا العشر مطشواط اللي هلعبهم في خلال تلاتين يوم هي مهمة شقة جدا 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 لكن في نفس الوقت عشان ما تبقاش الإجهاد هي الموجة العالية أو الكلمة اللي الناس كلها بقى بتاخدها كده فور جرانتد يعني بتاخدها من غير ما تفكر فيها لا فيه جزء كبير جدا من لعبة النادي الأهلي القوام الأساسي من لعبة النادي الأهلي لا تعاني من قصة الإجهاد يمكن فيه أسماء تعاني من إجهاد أولى أسباب كتيرة جدا منطقية والناس دي للأسف الشديد أنا بشوفك إنه كل فرقة ليها جرارات عارف الجرار اللي بيجور وراه عربيات القطر فيه فرقة فيه لعبة بتبقى محورية لعبة أساسية تقدر تقول علي معلول محوري مجدي أفشا محوري فيه لعبة مهم جد بنتبقى في حالتها عشان الفرقة كلها تبقى فيها ودول عطلاني شوية في الفترة الأخيرة لكن في النهاية القوامل الأساسي اللي عبت النادي الأهلي ما عندوش أي إجهاد ميكسوني ما عندوش إجهاد صلاح محسن ما عندوش إجهاد حسام حسن ما عندوش إجهاد رامي ربيعة ما عندوش إجهاد كريم فؤاد ما عندوش إجهاد الكلام اللي أنا بقوله ده وغيرهم الحقيقة كتير أنا بس يعني مش عايز بقى بخصها أسماء بعينها لكن فيه لعبة كتير ما عاشدش معنا التلت مواسم دي ما بدقوش التلت مواسم من أولهم وفيه لعبة كتير جدا ما شاركتش دولي مع منتخبات مع منتخب مصر يعني أعدر أقول أن حمدي فتح لما يعني من إجهاد ممكن يبقى منطقي السلية نفس الحكاية معلول نفس الحكاية لكن فيه لعبة كتير جدا ما بتعنيش من نفس حالة الإجهاد اللي موجودة عند لعيب زي معلول أو زي فتحي أو زي عمر السلية ناس فعلا اتطحنت على مدار ثلت مواسم لكن فيه لعبة تانية مفروض تبقى فائقة وقف على رجليها وده وقتك ودي فرصتك اللي ده كنت مستنيها فبالتالي فكرة أن الفرقة مجهدة ما بقتش مقبولة قوي عند جمهورنا دي الأهل وعلينا أن إحنا نرجع حساباتنا بسرعة وعلينا أن إحنا نقوم بسرعة وعلى مستر السوارش أنه هو يشتغل على اللاعبين دول بشكل أساسي عايزين نشوف ميكسوني عايزين نشوف كريم فؤاد عايزين نشوف وكريم الحقيقة من اللعيبة عندي أحساس وقرأة شخصية أنه فترة أخرانية بيحاول يقدم لنا كريم فؤاد اللي إحنا مستنينه يعني فيه أكتر دفاعياً وهجومياً بيحاول فيه لعبة بتوصلك لما بتحس أنه اللعيب في الملعب يعني أنا أسف في اللفظ بس هي هو لفظ كورة بيهين نفسه عارف إمتى التشيرت اللي هو لابسها عارف إمتى الجمهور اللي واقف في ظهره بتحس بيوصلك فإن شاء الله مستنين الأفضل وخصوصاً كمان أنه يعني المواجهات الصعبة بالورعة والقلم خلصت الفضل لنا ما هيش إذا كنا عايزين لقب إذا كنا عايزين إذا كنا بجد يعني هدفنا أن إحنا نحقق لقب بطولة الدوري هكلمكم طبعاً على مطش المقولين بالحسابات والأرقام ونتكلم عن المواجهة ونروح لمعسكر الفريق كمان ونتطمن على أكبار فريقاتنا في المعسكر المغلق وقبل ما ندخل في كل تفاصيل السادسة اسمحوا لنا نروح لفاصل ونرجع ندخل في بداية الحلقة خيط خلينا نبدأ ندخل في التفاصيل ونروح لأول طبعاً للموضوع الأهم النهاردة مباراة الأهلي والمقاولين ماذا سيقدم النادي الأهلي في مواجهة المقاولون ساعياً للوصول للنقطة 57 ترتبنا التالت 54 هو رصدنا من النقاط قدامنا بيرامد برصيد 59 بس لعب مطشين زيادة والزمالك 63 ولعب برضو مطشين زيادة خلينا نروح لزميلنا العزيز فاروق صلاح من معسكر النادي الأهلي المغلق عشان نعرف يوم الفريق مشي زي واستعداداته لمواجهة المقاولون واللمسات الأخيرة من الجهاز الفني بقيادة مستر ريكاردو سوارش قبل المباراة فاروق مساء الخير كل التحية للزميل العزيز أحمد سمير وكل التحية لكل مشاهدين مشاهدة ومتابع شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان من هنا من داخل لمقر إقامة فريق النادي الأهلي وآخر استعدادات فريق النادي الأهلي لمواجهة فريق المقاولون للعرب في المباراة المؤجلة من الجولة الحادية والعشرين للدوري المصري الممتاز مباراة في غاية الصعوبة زميلي أحمد مباراة واحدة من المحطات الصعبة جدا طبعا في مشوار للنادي الأهلي نحو درع الدوري لأن نتمنى إن شاء الله يكلل بالانتصار والفوز في المباراة القادمة للنادي الأهلي ومباراة اليوم أيضا وإن شاء الله يتوج النادي الأهلي بطل لهذه البطولة يعني زي زميلي أحمد يعني ما قلت طبعا هنقول تفاصيل يوم لعيب النادي الأهلي اللي كان ابتدى مع وجبة الإفطار في تمام الساعة الحادية عشر صباحا ثم وجبة الغداف كان في تمام الساعة الثالثة خلال لحظات هتكون المحاضرة الفنية لمستر ريكاردو سواريش طبعا يعني عقب المحاضرة يكون التحرك لملعب المقاولون العرب اللي هستطيق في أحداث اللقاء اللي هنطلق في تمام الساعة التسعة طبعا على مدار اليوم وتواجدنا في مقر إقامة فريق اللي ندري أليم خليني يعني أننا نتكلم برضو على مقر الإقامة أو الفندق بيتميز بالهدوء وتوفير الجو المناسب بقوال ملائم للعبين للتركيز فهذه المباراة مستر ريكاردو سواريش عقد أكتر من جلسة مع اللعبين مع الجهاز الفني في جلسة سونية جمعتنا بينهم ما بين لويس بريرا ورؤون لفاريا محل الأداء ومطور الأداء حديث على بعض النقاط الخاصة بهذه المباراة سواء في الجانب الهجومي أو التاكتك اللي بلعب به فريق المقاولون العرب اللي النهاردة بتعتبر مباراة من المباراة الصعبة جدا للموقف اللي فيه نادي المقاولون العرب وده بيزيد من صعوبة اللقاء زي مولت زميل أحمد استعدادات نادي الأهل يزيل المباراة كانت عقب مباراة مصر المقصة أغلق النادي الأهلي أنا لصفحة مباراة مصر المقصة وقالي التركيز على مباراة المقاولون العرب أمر مهم جدا بيأكد عليه مستر ريكاردو سواريش وهو الثلاث نقاط يعني في ظل الغيابات في ظل الإصابات في ظل حالة الإجاد وضغط المباراة اللي هنا في الأساسي للأهلي في أي مباراة هو الثلاث نقاط وده الأمر اللي بيشدد عليه مستر ريكاردو سواريش في حديثه مع اللعبين الجاز الفني الكابتن سامي الجميع بيتحدث الكابتن سيد كل الأمور بيتكلموا فيها على أهم شيء هو الثلاث نقاط أهم دور على الأداء وكرة الجميلة لكن الهدف الأساسي والأهم حاليا هو الثلاث نقاط طبعا فيه استمرار لغيابات الزميل أحمد للنادلالي عن هذه المباراة طبعا محمد هاني اللي بينضام تراكم الإنظارات يعني بينضام الغيابات النادلالي في هذه المباراة طبعا يعني أقدر أقولك برضو أن فيه مجموعة من اللعبين الغائبين سواء بيرستا ومحمد عبد المينيم اللي بأكد لك إن شاء الله يكونوا جاهزين مع النادلالي للمباراة القادمة بدءا من مباراة فرقه مرورا من مباراة الاتحاد ومباراة المصري تجاه داخل النادلالي إن مباراة الاتحاد والمصري إن المباراةين اللي اللعبوا في الأسكندرية إن النادلالي عقب مباراة الاتحاد يستمر للإقامة في الأسكندرية لمباراة المصري ويبقى معسكر للنادلالي هناك بالأسكندرية الأجواء هنا زميل أحمد داخل الفندوق والتركيز اللي عند اللاعبين جاز الفني فارد على اللاعبين حالة من التركيز حالة من الجدية لإقتناص الثلاث نقاط. أنا بجود معك زميل أحمد لو فيها يستفسار أو هي تساوي. طيب هل متوقع أنه بداية أنه يبقى فيه تغيير في تشكلة النهاردة. خلينا ندردش شوية فيه شكل الأهلي النهاردة في المباراة. ميستر ريكاردو سوارش في المباراة الأخيرة لعب 3-4-3. شفنا بعض الوجوه اللي يمكن ما كانتش شاركة قبل كده بدأت أساسي. هل متوقع وخصوصا أنه أنا كنت أتكلم يا فاروق أنه الأهلي إحنا في خلال 30 يوم جايين عندنا 10 مباراة. يعني بمعدل كل 3 يام مباراة. فشايف إزاي إراءة ميستر ريكاردو سوارش لمطش النهاردة في مواجهة المؤولين. يعني خليني زميل أحمد أكد على النفس الأمر أو النقاط اللي احنا تكلمنا فيها طبعا رؤيته. وطبعا إنتزم أحدك قلت أنه اللي عندنا في خلال 30 يوم 10 مباراة في غاية الصعوبة. وكل مباراة منهم هي مباراة كؤوس مباراة لا تقبل التهاون أو التفريط في نقطة. فمباراة صعبة جدا في وقت قصير جدا. وده بيزيد من صعوبة هذه المباراة. اللي يزيد أكتر من هذا الأمر أن الغيابات والإصابات اللي عندك بتفرض عليك. أنت طبعا تدي الفرصة للمجموعة من اللعبين. في بعض اللعبين بيبقوا غايبين على الإصابة. طبعا مثل ريكاردو سواريش وطريق 3-4-3 أو 4-2-3-1. هي لا يعني طرق أو بيحاول يلعب أيضا بـ 4-3-3. لكن يعني مع غياب عمر السلية حاول أنه يرجع مجد أفشا يلعب بجور مثلا حمد فتحي أو ديان. ممكن من الفرصة أن يدي لويس ميكي سوني من بداية اللقاء دفع به في المباراة الماضية. كلها أمور بيحاول يشتغل عليها مستر ريكاردو سواريش خلال 48 ساعة الماضية. طبعا الثقة خلاص عندك حسام حسن سواء حسام موجود أو صلاح محسن. استقرار بيبقى في استقرار في النحية الدفعية في الأداء من ياسر إبراهيم أو رامي ربيع أو أيمن أشرف. كلها أمور بيحاول مستر ريكاردو سواريش أنه يعمل الروتيشن أو تدوير ما بين اللعبين في أضيق الحدود. طبعا هو كان يفضل أنه يريح علي معلول من أنه يبدأ لقاء المباراة الماضية أمام مصر المقصة وأيضا حمد فتحي. فبالتالي يعني بيحاول أنه يدي وقت راح أكتر للعبين لأنه يعني متابع الإجهاد البدني. طبعا في جلسات بتجمع بتجمع ما بينهما بين بيدرو يعني مخطط الأحمال اللي طبعا بيتكلم معه على طبعا أجهزة الجي بي أس الموجودة في الناد الآيلي اللي بتحدد طبعا الإجهاد اللي عند اللعبين عضلات اللعب هتستحمل ساعات تدريب قد إيه اللعب ممكن يكون عرضا للأصابات خلال قد إيه. وده مستر ريكاردو سواريش بيحاول يتجنب النوع من سياسة التدوير. ملمح التشكيل أو الأمور دي مستر ريكاردو سواريش أي 11 لعب بيكلم مع اللعبين أي 11 لعب يكون موجود يكون قادر على الفوس في المباراة بيقول نقطة مهمة جدا زميل أحمد برضو في هذا السياق بيقول للعبين مش معنى أنك خرقت من قايمة المباراة أنك مش خارج الحسابات لا هي المباراة ممكن ظروف المباراة أو معطيات المباراة تكون أو أنا محتاج من المباراة أمر تاني وبالتالي معنى خروج اللعب من قايمة المباراة ليس بالضروري سوء الأداء ولكن هو الأمر اللي مستر ري ممكن المباراة أكون محتاج حاجة معينة من المباراة لكن معنى خروج لعب أو أي أن كان لعب خروجه من قايمة ليس لسوء الأداء ولكن بتبقى يعني أمور فنية بتخضع لمستر ريكاردو سواريش واحتياجاته من المباراة إن شاء الله زميل أحمد نتمنى التوفيق للأهلي في هذه المباراة زي ما أنت عارف إن المباراة يقودها تحكمية انتقم تحكم بقيادة حمد عادل أيعون ومحمود أبو رجال وهاني خيري ويكون موجود مصطفى متحت على تقنية الفار وعاطف حسين هيكون هو الحكم الرابع نتمنى التوفيق لفريق نادل أليف هذه المباراة وأنا موجود معك زميل أحياني خلينا ساك أنت قلت لي عبد المنعم وبرسي تاو ممكن جدا يكونوا جايئين أو جاهزين بيشاركوا مع الفريق بداية من مطش فاركو الكلام كمان بالنسبة لأنه إحنا بقالنا يمكن من قبل مطش الجونة الناس بتسأل برضو الجمهور شاف أكرم توفيق بيتدرب مع الفريق عايز أعرف منك الوضع بنسبة لأكرم بنسبة لطاهر محمد طاهر هل ممكن لأن احنا طبعا يعني نحتاج في ظل الغيابات الكتير دي أنه أي ورقة تخش مع مستر ريكاردو سوارش تكون ورقة مهمة واحد من الحلول تدي فرصة اللعيبة على فكرة الروتيشن احنا تقريبا تقريبا الفرقة اللي احنا اللي موجودة دلوقتي يا دوبك هي اللي تقدر تكامل بيها فالموقف بالنسبة لطاهر بالنسبة لطاهر أكرم هل ممكن نشوفهم قريب ما تشوفاركو أو بعد ما تشوفاركو يعني خليني زميل أحمد بالنسبة لأكرم توفيق يعني أكرم ابتدى من الأسبوع الماضي ياخد التدريبات الجماعية تعرف طبعا واحدة من الإصابات الصعبة جدا هي إصابة الروباط الصليبي بتبدأ أن انت تديله في التدريبات الجماعية بدون التحامات يعني حتى الآن أكرم توفيق شايفينه ظاهر في المران أو التدريب الجماعي تعرف أن أكرم توفيق واحد من اللعيبة دائماً اللي عنده القلب والروح يعني دائماً بيتميز بالروح والجدية العالية جداً في التدريبات وده أمر الجهاز الطبي فضل مع أكرم أنه في البداية يحاول يتجنب الالتحامات خاصة يعني بعد العودة من الإصابة لكن الشيء اللي أنا أكد عليه الزميل أحمد ودي يعني هنقولها بلغة الكورة دائماً اللعيب اللي بقى راجع من إصابة يعني إصابة طويلة شوية زي إصابة الروباط الصليبي من الممكن بيبقى عنده رهبة شوية من الالتحامات خلينا أكد لك أن الأمر ده مش موجود بالم عند أكرم توفيق أكرم توفيق عايز ينزل للملعب النهاردة قبل بكرة لكن طبعاً أنت عارف البرنامج الطبي أو الأمور الطبية اللي وضعها الدكتور رحمد أبو تعب عبلا في التنسيق مع الجهاز الطبي طبعاً اللي أجرى لأكرم توفيق هذه العملية قدر أقول لك أن يعني خلال مباراتين أو ثلاثة إن شاء الله أكرم توفيق يكون موجود إن شاء الله في المبارات ويبقى واحد من الأوراق المهمة جداً يعني إن شاء الله عقب مبارات فاركو والاتحاد والمصري يبدأ لكن طهر محمد طهر إن شاء الله على يعني على مبارات المصر إن شاء الله يكون جاهز ومن الممكن نلحق مبارات الاتحاب بإذن الله نتمنى إن شاء الله أنا شفت مستر ريكاردو سوارش يمكن معدي من جنبك في طريقه للقاعة اللي هيدي فيها المحاضرة الفانية قبل المباراة هسيبك عشان تتابع وتصوره المحاضرة وبشكرك طبعاً شكراً جزيلاً طبعاً زميل عزيز فاروق صلاح دي كانت أخبار الأهلي من مقر إقامته طبعاً في معسكره المغلق قبل مواجهة المقاولين بساعة بسيطة خلينا نروح لفصل ونرجع بعد الفصل نقابل حضراتكم في السادسة حبل ما نتكلم على الأرقام الحقيقة في بعض الفرق كده يعني نسخة النسخة التاريخية للدوري الممتاز خد بالك إنه معظم الفرق نرح نكام على 18 فريق منهم تقريباً 12 فريق جداد على فكرة الدوري يعني الأهلي الزمالك المقاولين المصري الاتحاد الإسماعيلي دي الفرق اللي احنا فتحنا عنينا على الكرة في مصر دي الفرق اللي بتلعب دوري ممتازة عطوله كان معهم فرق طبعاً راحت في طاين نسيان بتحاول ترجع مرة تانية لكنها بعيد كل البعد لكن في النهاية معظم بقية الفرق التانية يعني المقصة حديث العهد حديث العهد آه ممكن تقولي بقاله عشر سنين أقولك آه بس عشر سنين قبل كده ما كانتش موجود ما كناش تعرف حاجة اسمها المقصة سيراميكا نفس الحكاية فاركو نفس الحكاية بيراميز نفس الحكاية وعد بقى الغاية الآخر يعني عد الغاية الآخر لكن الفرق اللي هي تاريخية آه طبعاً مقاولين من التمانينات بطل أفريقيا ووحدة من الفرق التيلة في مصر واللي قدمت للكرة في مصر لنجوم كتيرة جداً فريق عنده شخصية رغم أنه أرقامه سيئة جداً الموسم ده واحد يمكن من أسوأ مواسم المقاولين العرب نتكلم على 24 نقطة يعني تقريباً أقل من نص عدد النقاط اللي حققتها في النادي الأهلي نتكلم على 4 فوص بس في الموسم كله و12 تعادل و10 هزاين فبالتالي أرقام سيئة لكن ثقت تماماً أن المقاولين اللي هتشوفوا النهاردة في الملعب قدام الأهلي غير يعني مالوش علاقة هلس بالأرقام دي خلاص بقى حفظنا وتعودنا وقلنا الكلام ده كتير أي لعيب بيلعب بزداد في نهاية موسم وبزداد الفرق المقاولين ترتيبه 16 في جدول الترتيب يعني واحدة من الفرق المهددة بالهبوط المقاولين مهدد بالهبوط وبالتالي عنده ضيفة كبيرة جد بالإضافة لأنه بيلعب الأهلي وإحنا قلنا أنه ما تزعلوش أنا شخصياً ساعة بزعل طبعاً يعني لما بحس الفرق بتيجي قدام الأهلي وتستسهل وتستقتل وتيجي قدام الفرق الثانية وتحس أنه في النص الأداء اللي كنت بتلعبه بيه قدام الأهلي بتتدايق أنت كجمهور بتتدايق لكن خد بالك خد بالك برضو أنه اللعب قدام الأهلي قصة تانية أنت بتلعب قدام بطل أفريقي وبطل الدوري تلعب قدام نادي القارن تلعب قدام صاحب الأرقام القياسية فبالتالي ده دافع عندك حتى لو فرقتك يعني أنت حاسس كلاعيب لابس التشير بتاعها أنها هتنزل ففرصة أنه شوه حلو يعني يمكن يجيلي عرض يمكن يمكن الأهلي نفسه يفكر يشتريني يمكن أن دية تانية بتتابع المباراة تقول لك والله هنا في لعيب كويس والفرقة دي نازلة دوري درجة تانية والله يحط عينك على لعيب ده ممكن ناخده يلعب معنا في حاجات كتيرة جدا في الباك جراوند أنت كجمهور أهلي مش مستوعبها أو مش مدخلها في الحسابات وممكن تلوم على كتير من الفرق أنها بتيجي قدام مقصة قدام الأهلي الجونة قدام الأهلي دي فرق في مؤخرة في قاعة الجدول دي فرق مهددة بالهبوط مقصة خلاص مودع شفتوا الأداء قدام الأهلي يعمل إزاي وإحنا برضو ساعات عشان نبقى منتكلم بالحق بنساعد الفرق أنها تطمع فينا إعداءنا للأسف الشديد في بعض المطشاط أو في بعض الأجزاء من المطشاط بيطمع شوية المنافس فينا ولكن ليه لأ ما نعملهاش على كل أحوال المواجهة المنتظرة خلاص منكلم كمان ساعات أهم حاجة بالنسبة لنا الهدف رقم واحد النقطة 57 وبصرف النظر عن قصة التتويج من عدمه ما بقتش قصة التتويج دلوقتي بقت قصة أنك إنت تعمل عليك المطلوب مننا في 9 مطشاط 27 نقطة والباقي بقى ده يبقى بتاع ربنا خلينا نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم روي فيتوريا المدير الفني الجديد طبعاً لمنتخبنا الوطني مفترض أنه بعد ما جاء قبل كده ويمكن كان أثناء فترة وجوده حضر مباراة الأهلي والزمالك روي فيتوريا راجع القاهرة إن شاء الله يوم الثلاثة اللي جاي بعد الأجازة اللي حصل عليها من الاتحاد الكرة ومفترض أنه هيبتدي يشتغل أو هيبتدي يتسلم مهام عمله رسمياً بعد وصوله للقاهرة كان مفترض حضراتكم أفكركم بس بموضوع تصفيات أمم أفريقيا إحنا كنا لعبنا مطشين واحد هنا في القاهرة قدام غينيا وكسبناه يعني بالعافية وعد سفر وبعد كي رحنا اتغلبنا من إثيوبيا طبعاً مباراة شهيرة جداً اللي بعتقد أنها يعني هتظل محفورة في زكرة المصريين الكتير جداً واحدة من أسوأ مطشات المنتخب اللعبها في تاريخه كله وبالتالي كان عندك مواجهتين مفترض أنهما يتلعبوا في شهر تسعة في نفس التصفيات مع ملاوي هنا وعانا غينيا وإثيوبيا وملاوي في المجموعة وكان عندك المطشين اللي جايين مع ملاوي زهاباً وعوداً ما قالوش علاقة طبعاً بنظام الزهاب والعودة احنا بنتكلم على نقاط يعني لكن عصد أقولها تلعب هنا في القاهرة بقى تروح تلعب منتخب ملاوي عندهم هناك في ملاوي كان المطشين دول مفترض أنه نحن لعبه في شهر تسعة اللي جاي التحدي الأفريقي أجل المطشين دول وبالتالي مستر روي فيتوريا بيفكر أو طلب من مسؤولين في الاتحاد أنه طب والله بدل المواجهات الرسمية اتلغت أو اتأجلت يعني طب احنا أنا عايزة أعمل معسكر مغلق وعايزة أعلعب مع مباراتين وديتين من فرقتين من أفريقيا دي طلبات الرجل كلام ده في شهر إيه؟ في شهر تسعة اللي جاي خذوا بالحضراتكم يعني أنا طبعاً يمكن الرجل مش عارف ولا سيناريو مستبعد أن الصورة تبقى مش كاملة عنده أكيد المسؤولين في اتحاد الكرة وهما بيتكلموا على ظروف المنتخب والظروف اللي بتمر بيها الكرة المصريية اتكلموا معاه على التلات مواسم الأخيرة الوضع عندنا هي نائف مصر لأنه لازم الصورة تبقى واضحة قدامه الرجل هيستلم لعيبة تقريباً مخلصة كورة يعني لعيبة مش بكلم على لعيبة الأهلي بس بكلم على لعيبة الدولية كلها في أي أن كان الفريق اللي بتنتمي لي وقت 29 تمانية الفريق في مصر هتتخلص الدوري المصري أنا ليس مش عارف الكاس قصته إيه ولا إحنا برضو هنلعب السنة الجاية كاسين كاس قديم وكاس جديد الله أعلم لكن في جميع الأحوال أنا متأكد أنه الكاس مش هيخلص الكاس الجديد اللي هتبتدي مطشاة دور الستاشر بتاعه نصف شهر أغسطس أكيد مش هيخلص في شهر تمانية يعني لازم يروح تسعة أو نأجله بقى ونلعبه السنة الجاية مع الكاس الجديد بتاع السنة الجاية ففي النهاية الرجل لو دخل معسكر مغلق باللعيبة دي أنا بقول أنه المعسكر ده هيخلص على اللي فضل في اللعيبة يعني معسكر وفيهم مباراتين وديتين مع منتخبات أفريقية أنا عارف أنه الطبيعي أنه إحنا كان عندنا مطشين رسمي في شهر تسعة فطبيعي جدا اللعيبة كانت هتشتغل وهتعمل معسكر وهتتمرن وتلعب مباراتين مهمين جدا عشان ترتبنا أو موقفنا في المجموعة ما يتعقدش أكتر من كده لكن في النهاية مدام المطشات اتأجلت أنا بيتهايلي أنه علينا أنه يعني نعيد النظر في فكرة المبارات الودية والمعسكر ندي شوية فرصة للعيبة الدولية للتقاط الأنفاس ومحاولة استعادة المغزون والرصيد البدني والزهني والنفسي والفني سريعا جدا كمان نروح وخليني أقول لكم أن الأسبوع ده مفترض كمان أنه يتم الإعلان فيه على اسم المدرب المصري المدرب الوطني اللي هيكون موجود فيه الجهاز بتاع مستر روي فيتوريا وغالبا يعني النية أو التوجه يعني فيه ثقة كبيرة جدا في اسم محمد شوقي طبعا المدرب العام اللي اشتغل مع مستر كارلوس كيروش واشتغل مع كابتن إهاب جلال في الفترة الصغير اللي تولى فيها المسؤولية أنه يستمر كمدرب مع مستر روي فيتوريا ده فيما يتعلق بمنتخب مصر النهاردة نجمنا المصري المحترف تريزي جي هيشارك فيه أول مواجهات رسمية أو أول مواجهة رسمية مع فريق الجديد ترابازون سبور بطل الدوري التركي في مباراة أو في مواجهة سيفات سبور بطل كاس تركية على لقب السوبر فيه تمام الساعة 8 لربع تحديدا من المساء النهاردة ويمكن الحقيقة بعد صفقة انضمامه من أستن فيلا الإنجليزي تم اختياره عشان يكون هو تقلق الحياة في الفترة الأخيرة والموديل الفني لترابازون سبور شارك فيه أو يعني قال أنه شاركة تريزي جي مباشرة جدا ومتوقع أن يكون موسم قوي واحتمال كبير جدا يبدأ أساسي فيه مباراة النهاردة كان طبعا تريزي جي شارك مع الفريق في المعسكر اللي عمله فترة الأعداد اللي عملها فريق في النمسا وتقلق بشكل كبير جدا وملفت للنظر وإن شاء الله كل التوفيق لنجمنا المصري تريزي جي في الموسم القادم في تركيا مع بطل الدوري التركي فاصل ونرجع لحضراتكم ترجمة نانسي قنقر النسخة الجديدة تظهر النهاردة رسميا لتلاتة من أهم وأقوى الفرق اللي عملوا الحقيقة مركاتو في منطهة القوة طبعا الكلام على ليفر بول مع داروين نونياز مع السيتي مع طبعا إيرلينج هالند ومع البيرن مع ساديو مانيه النهاردة الحقيقة تلات فرق هيظهروا في بداية الموسم بشكل رسمي عندنا مواجهة نارية تجمع بين السيتي وبين ليفر بول على الدرع الخيرية مباراة اللي بدأت يمكن من دقيق بدأت ساعة ستة تحديدا والشوت الأول يمكن على وشك الانتهاء والليفر متقدم بنتيجة واحد صفر وكمان عندنا النهاردة في كاس سوبر ألمانيا على ملعب ريدبول أرينا هيلتقي بايم يونيخ في نسخته الجديدة طبعا بقيادة ساديو مانيه اللي أكد ناجلزمان أنه احتمالية مشاركته كبيرة جدا في مباراة النهاردة طبعا مباراة السيتي وليفر بدأ فيها هالند لكن يونياز ما ظهرش في التشكيلة الأساسية لفريق ليفر بول والبارن هيقابل النهاردة لا يبزج على كاس سوبر أسبانيا نختم كمان بخبر العشاء الماني يونيتد أليكس فيركسن الأسطورة طبعا واحد من أهم المديرين الفنيين في تاريخ اليونيتد واللي حقا معاه يمكن كل الألقاب هيرجع مرة تانية بشكل رسمي لإدارة منشستان اليونيتد ولكن المرة دي بشكل استشاري قررت إدارة اليونيتد إن سير أليكس فيركسن يرجع مرة تانية من ضمن مجلس استشاري في عدد من طبعا المديرين التنفيذيني السابقين أو نجوم فريق منشستان اليونيتد عشان يكلموا أو يقولوا وجهة نظرهم ويترحوا أراءهم فيما يتعلق بكل الأضايا المتعلقة بنادي منشستان اليونيتد في الفترة المقبلة دي كانت آخر أخبارنا كل توفيق إن شاء الله الفريق نادي الأهلي في انتظار عرض يورد الجماهير ونتيجة بالتأكيد تحافظ على فرص الأهلي في تحقيق لقب الدوري الممتاز بشكر حضراتكم على المتابعة بكرا إن شاء الله نتقابل في حلقة جديدة في السادسة